طيب تعالوا نروح بقى ليه راجعين يا هوى راجعين يا هوى زي ما قلت لكم انا في البداية انا ضعيفة جدا قدام التتر والجملة اللحنية بتاعة حنيت للبيت انا اول ما بسمع حنيت للبيت دي يعني بحس كده بشجن احنا قد ايه احنا المصريين مرتبطين بأهلنا وعائلتنا وبيوتنا فالاغنية فيها كده نستلجيا وفيها حالة لطيفة جدا والمسلسل اجتماعي ولطيف وفرصة لأدوار كتير متنوعة حلوة واختلافات كتير واراء كتير ما بين يعني كل عيلة والتانية في نجم شاب احنا تعودنا عليه انه دايما بيعمل كوميدي المرات دي هو مختلف في راجعين يا هوى النجم الشاب الفنان اسلام ابراهيم واحد من الفنانين اللي الناس طبعا طول الوقت عارفين انه بيقدم كوميدي السنة دي اسلام بيقدم طلب طلع محامي وطبعا صحيح ان هو ده مخفيف طول الوقت بس برضو عنده شر كده شر ناعم ومش سهل يعني وشخصية مختلفة عنه وجديدة خليني امسي عليه واقول مساء الخير يا اسلام مساء النور يا مدام شافكي مساء النور انا هستأذنك بس توطي التلفزيون من عندك يا رؤوف أيوا ساء الخير انت سمعني كويس انا سمعك خلينا نتأكد انه سمعنا ونرجع اولا يعني خلينا نكمل كلام شوية عن راجعين يا هوى على بال ما يرجع تاني الفنان اسلام ابراهيم المسلسل ده بيفكرني شوية عارفين ابو العيلة البشري فنان العبلاق محمود مرسي لما كان بيروح وييجي ويزور عائلاته ويصلح ويزبط بس الجميل هنا هو ايقاه العصر المسلسل مكتوب كان للراديو للإزاع الكاتب الكبير اسامة انور عوكاشة اللي دايما بنفتقده في رمضان لانه شخصيات اسامة انور عوكاشة كانت شخصيات غنية يعني تحس حتى لو عامل شخصية عامل في مصنع تلاقي له ابعاد زي ما بيقول يعني تلاقي له دور كبير رجعنا تاني ليل فنان اسلام ابراهيم مساء الخير مساء الخير يا أستاذ شافتي انا قلت دي حركة من حركتك يا رؤوف والله يعني انا قلت دي حركة من حركتك يا رؤوف واخرتها ايه معك مش عارف اولا انا بحييك انه دور مختلف تجربة جديدة تماما لان انا اول مرة اعمل شر واول مرة كره كده هم بيقولولي ده نجاح بس يعني هو احساس غريب اول مرة بس انت بس على قد ما هو شر بس انت مقدمه برضو من سكة برضو احنا فيها ضحك بس هي جديدة عليك وده وده حلوة انه الورق ساعدك انك تقدم شخصية جديدة هو طبعا احنا قدام يعني عمل طقيق الصنع يعني بداية من استاذ محمد فلامة المخرج اللي بيتم ده دق التفاصيل العبقاري الله يرحمه استاذ وسامة انوار اكاشا وده شرف ان احنا نعمل حاجة من تكيبه يعني اعتقد ان انا محظوظ قوي ان انا يعني حتى بعد ان اتخلو ان انا نعمل شخصية مش حقيقاته طبعا احنا تربين على الدراما بتاعك ايوة اه الو الو انا معاك انا سامعاك الو الو انا سامعاك الو انا سامعاك يبدو انه في مشكلة في الصوت مع الفنان اسلام ابراهيم انا يعني واضح ان هو الصوت مش يعني في حاجة ولكن هو الحقيقة عامل دور حل وعمل دور مختلف اشتركوا في القناة